برضو يا كابتن أسامة على العكس برضو في المنتخب المصري ولكن أنا دايما في مثل هذه الأمور أنا بحيب أتكلم في الإيجابيات أكتر من السلبيات حتى لو في إيجابية واحدة نحاول نحن نتكلم عنها لأنها مهمة جدا لكل الناس يعني أنا دلوقتي منتخب مصري الشيط الأولاني أو المباراة بكلها أنا شايفها أفضل من المباراة السابقة إيه رأي حضرتك؟ آه ما فيش شاكة طبعا هي أفضل من المباراة السابقة بس يعني إحنا كلعبة كراءة ديمة أو حتى جماهير أو خبراء أو كده متوقعين أن مطش غينيا بساو والسودان أقل كتير جدا من المنتخب النيجيري وأنك تكسب أنه الموضوع في المتناول ما احترامنا الكامل للفرقتين مفهومش صعوبة أنك أنت تكسب اللقاء بس هو الإيجابية أنه مستر كروش ما عانيتش زي مطش نيجيريا ولعب الشكل الطبيعي بتاعه اللي هو صلاح ناحية الجناح مصطفى محمد رأس حربة مرموش ناحية الشمال التلاتة في النص حط عمر سلاء طبعا ودي حاجة إضافة كويسة رغم أنه لسه جاهزيته لكن الحمد لله أنه رجع قدام المدافعين إن إن شماله هو حط عبدالله سعيد قصدي إن إن يمينه وعبدالله سعيد شماله وعبدالله بعد كده بيطلع في المركز اللي هو تحت صلاح ساعت تحت بيس عبدالله كان وحش أو الصراح كان وحش طبعا لا أنا أتكلم إن هو حط المراكز زي ما هي عمر كامير ها ما غيرش كتير يعني ما غليتش دي أول إيجابية يعني دي أول حاجة الناس كانت بتطالب بيها وهو عملها لكن المكسب نفسه على غينيا بساو أو إن شاء الله مباراة السودان الجاية في متناول جدا المنتخب المصري ما احترمنا كامل المنتخبين فالحلو إنه كسبت الأول دي أول إيجابية في اللقاء لأنك أنت برضو ممكن تلعب مع فرقة في مستوى أقل وتتغلب زي ما حصل مع الجزائر النهاردة زي ما كان هيحصل في اللقاء الكرة الأخيرة اللي هي فاول واحتكاج مع عمر كمال ورجل شهات وجاب جون كان دي أقل تمانية وتمانية كان ممكن تطلع متعادل يعني لو الحاكم تنش على الفاول لكن إحنا دي إيجابية أن أنت كسبت إيجابية أن الرجل رجع يلعب الناس في أماكنها لكن مازال مازال في مشاكل في وسط الملعب مشاكل في الخط الأمامي مشاكل في الخط الخلفي مش هتبان قوي في مبارات السودان لكن فيما هو قادم فيما هو قادم وتكملة البطولة هيباني الخلل ده أنا يمكن مرة كنت معك مع عادل عبد الرحمن وقالت لك أنا من أكتر الحاجات المتخوف منها الجزء الأخير اللي قدام الشناوي لو حصل فيه إصابات وده حصل وحصل فعلا أن أكرم توفيق يعني ربنا يشفيه مش خلاص معهم مش في البطولة أبو الفتوح ممكن مش في البطولة لا مش حال حمارش السودان هم أعلنوا رسمي ماشي يا سودان هتعدي لكن أنا بتكلم في مواقع الوينش الوينش يعني ثلاثة من الأربع يعني ثلاثة واحد فأنت الخط الخلفي فيه قلق شوية هي ما وضحتش قوي في مطش غينية بساو لكن ممكن بعد كده توضع ثانيا أنت زي ما أنت تكلمت على نص البلعب عبد الله تحس أنه تقيل شوية مش عارف ليه يعني حتى أنا حسيت أن الوزن إحساسي كده أنه كان مليان شوية فحركته مش كتيرة فما بنتش برضه في مطش غينية ممكن ما تبنتش في مطش السودان لكن خفية الحركة بتاعت عبد الله مش هي صلاح طبعا أحسن المطش اللي فات وجاب جون حلو عن مطش نيجيريا برضه علامة استفهام مرموش مرموش للأسف المطشين دولت حتى الآن مش هو مرموش اللي إحنا شفناه في مطشين ليبيا واللي كنا شايفين أنه هو هو طبعا لعيب واعد وجاي لكن واضح أنه عنده عدم خبرة دولية بيمشي بالكرة كتير بتروح منه كتير حتى جهده أقل لعبه على المرموح حتى أقل يمكن عمل كرة أو كرتين في مطش نيجيريا ومطش غينية بساو يعني مش في الحالة الطبيعية بتاعته نيني برضه نفس الشيء ما بتقدرش تقول مدي المردود الكويس اللي أنت منتظره منه يعني مفروض في المطشات الجاية القوية بعد كده بعد السودان لو من أول السودان خلي بالحضرتك أنا بشوف أن مطش السودان مهم قوي لا أنا أتكلم وإنه صعب جدا لا أنا عارف أنه صعب والحقيقة المنتخب السوداني أدى مباراة أنا وجهة نظري هو باستثناء أول عشر أول خمس دعاية يعني هو أول المباراة ما كانش مركز وآخر المباراة ما كانش مركز لكن أثناء المباراة كان مركزين جدا طبعا أنا مش بقول أنه يعني خلاص كده الموضوع في مياف لا بالزبط ولكن أنا بقول أنه ما فيش شك أن المنتخب السوداني بالظروف اللي بيمر بيها بعد البطولة العربية وجابوا مدرب تاني وعدد صغيرين لعبة كتير بالزبط بيحضروا منتخب ممكن يبقى عنده جهد ممكن يبقى عنده حماس بس جهة حاجات كتيرة أخطاء في الخط الخلفي سهل جدا خبرات محمد صلاح ومصطفى محمد ومرموش ورمضان وطريزيجي إنه يستغلوا أوزيز بس أسامة عايزة أوصر معك اللي أنت بتقول ده في حياتة أنني مع الجروب اللي أنت قلتوا دلوقتي ده النني مش مطلوب منه أكتر من اللي هو بيعمله ليه هقولك ليه لأن أنا كفرود اللي أنت قلت عليهم بقى الأربعة دول وكان دلاجي ما لقى سويتشات للنني ده يختار يدي ده ولا يدي ده ولا يدي نص الملعب اللي جانبه شايله اثنين بيتلاقوا له واحد من هنا الحركة معدومة لسه بالنسبة لليك إنت حتى لو أنت بتنسك الكرة ومش هتلاقي أن في تحركات واحد بيسقط والتاني بيروح تختار ده ولا تختار ده دي مش موجودة فأنا مش هحمل لحد دلوقتي مش هقدر أحمل النني الأرسنال لا النني بيلعب مع لعيبة لازم لعيبة دي توبا فريش لازم لعيبة دي يوبا تاخد وتدي معاه إنما أنا مش هقول للنني خد وقطع مش أسلوبه إسلام أنه هو بيقعد وقطع ويروح لغاية التمنتاشر لا أسلوبه أنه هو يوصل لعبد الله عبد الله شغلته بقى القصة دي عبد الله زي ما أنت اتفضلت وقلت مش موجود عبد الله ما بيلعبش عبد الله ما بيلعبش بقى لفترة عبد الله الراجل حتى نفسيا مش مدخل اللعيبة دي إنه هم يقدروا يلعبوا في أي وقت ده هم بيعودوا في المحاضرة بيعودوا عند وهو بيقول الفرقة هم مش عالفين مين هلعب ومين مش هلعب